اللهم ارحمنا بمحمد وآل محمد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي ابن رسول الله صلى الله عليك يا مولاي يا ابا عبد الله غريب يا مظلوم كربلا مذبوح من القفى مسلوب العمامة والردة روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفدة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة الله يا حام الشريعة أتقر وهي كذا مروعة ما تتصبر بانتظارك أيها المحي الشريعة كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيع فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوع واطلب به بدم الغريب بكربلا في خير شيعة ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفضيع أتجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثراه خيل العدى طحنت ظلوعا قتلت والأمية ضامن إلى جنب الشريعة ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيع لو بس الزلم تخلص جتل بالكون ها ينقول عادو أمر بلكيهون لا تشليش ما ذنب الذي رضعون عطاشة وحرم لبسها من يزقيها ها ونبني 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 ما يعتم للحزين ننصوب ونبني ونبني فجعني حر ملاب نبل ونبني ونبني الطف العادة يفطمون ونب ونب بكي بل أنب ونبني وحرم لهم حرم لو بدي أمية ضامن ونبني يا علم المنية إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلبي ينقلبون والعاقبة للمتقين ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض صدق رسول الله صلى الله عليه وآله عطر المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله نعم عطر المجلس بالصلاة على محمد رسول الله صلى الله عليه وآله عطر المجلسة بالصلاة على محمد حفظ天 رسول اللهャل وعدم الاستغناء عنه يعيش حالة الانسجام مع فطرته ورد في الحاديث القدسية الله عز وجل عليكم السلام يخاطب موسى عليه وعلى نبينا أفضل التحية وأسكى السلام قال يا موسى اسألني ولو بملح عجينتك شنو قيمة الملح؟ اسألني اسألني ولو بعلف دابتك اسألني ولو بشسع نعلك لذلك ورد عن الإمام الصادق عليه وعلى آبائه أفضل التحية وأسكى السلام يقول كان جدي أمير المؤمنين دعاء دعاء شنو؟ يعني كثير الدعاء الشافعي يقول أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري ما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد قباء لذلك ورد في الروايات الإلحاح في الدعاء أمرأة تأتي إلى موسى عليه السلام تقول يا نبي الله أريد ولد ادعو لي بأن الله يرزقني الولد يأتي موسى عليه السلام إلى جبل المناجات قال يا رب أنت أعلم بهذه الإمرأة قال يا موسى اخبرها بأني كتبتها عقيم رجع موسى عليه السلام أخبرها قال الله عز وجل يقول أنت عقيم ورى فترة من الزمن رجعت إلى موسى عليه السلام يا موسى اسألوا الله رجع موسى عليه السلام إلى جبل المناجات وسألوا الله فقال يا موسى اخبرها بأني كتبتها عقيم بعد فترة من الزمن جاءت وبيدها طفل موسى عليه السلام قال من هذا قالت ولدي جاء إلى جبل المناجات قال يا رب ألم تكتبها عقيم قال يا موسى تدعوني وتقول يا رحمن يا رحمن يا رحيم فغلبت رحمتي قدرتي فارزقتها الذرية نعم فالنبي صلى الله عليه وآله وقبل النبي الله عز وجل دعانا للدعاء آيات كثيرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب سبع ضمائر في هذه الآية القصيرة كل الآيات عندما يذكر القرآن ويسألونك عن الأهلة قل هي مواطي ويسألونك عن ذا القرنين ويسألونك عن المحيط ويسألونك ماذا ينفقون كل يسألون من النبي صلى الله عليه وآله إلا هذه الآية ماكو مباشرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان لذلك توجد شروط للدعاء ثلاثة عوامل وثلاثة شروط لإجابة الدعوة الشرط الأول والعامل الأول العامل الإلهي والعامل الثاني العامل الموضوعي والنقطة الثالثة البعد الذاتي إذن ثلاثة نقاط إذا تحققت استجيب الدعاء نأتي إلى النقطة الأولى لكن أري الصلوات بأعلى الأصوات والعامل الإلهي العامل الإلهي هذا الشرط لاستجابة الدعاء نحفظهن العامل الإلهي والعامل الموضوعي والبعد الذاتي هذا أني الشروط لاستجابة الدعاء العامل الإلهي الله عز وجل مراتي أخر الدعوة أكو حكمة بالموضوع أنت تدعو الله عز وجل لكن نقول ليش الله ما يستجيب لي أنا تحت ميزا بالرحمة تحت قبة الحسين وألح بهذا الموضوع لماذا الله عز وجل لا يستجيب لي لعل الذي أبطى عني بحيح وخير لي لعلمك بعاقبة الأمور أكو عاقبة بالموضوع أكو مصلحة بالموضوع لكن إحنا ما نفهم مخفية عنا لذلك الروايات كثيرة لكن أقتصر على بعض الروايات ثعلبة يصلي خلف النبي خمس مرات صلوات الخمس يحضرها مع النبي صلى الله عليه وهو من أهل الصفة فقير جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله يا رسول الله ادعو لي بالرزق قال لي يا ثعلبة ظل على حالك الله عز وجل إلك مصلحة بها الله عز وجل مرات مني خلي إنسان الدخل ماك تمحدود أكو مصلحة بالموضوع ربما الله يغنيك رح نستجيل بالله تفسد بها تعصي الله بها سوي كثير من الأمور تعتز بها ما تضل حق الله عزيز المال عزيز المال والبنون فقل لي يا ثعلبة أنت بعد الله عز وجل كتب لك إنه هذا حالك ألح على النبي السبوع الآخر اجل النبي يا رسول الله ادعو لي بالمال يا با أنت ظل مثل أنا سام الحمد لله والشكر عايش الكفاف ألح على النبي صلى الله عليه وآله فدعوة النبي بعد دعا له بأن الله يرزقه اشترى لأجلكم الله شات هاي الشات الله بارك بيها دعوة نبي واختباره بنفس الوقت المتحان هذا بعد نحن الامتحانات ما شاء الله وإذا أصبح عنده قطيع من الغنم أجلكم الله النبي ظل بباله ثعلبة كان يحضر الصلوات الخمسة جماعة وإذا ثعلبة ماكوا لو يجي يوم بالجمعة لو ماكوا بعد وراء ستة شهر النبي قالهم أول ما طبعا نزلت سورة آية الزكاة عفوا النبي قال اذهبوا إليه واخذوا الزكاة منه الدفع مشكلة المال الإنسان من يوصل للدفع يظهر يرجف أنا تذكر شيء بشيء يذكر رجل كان عندنا الله يرحمه توفه الوالد يقول يا بأ أنت عندك أموال كثيرة طلع حق الله لا تطنياه وديه للناس المستحق وصل للحال بي يتمرض عندما شاء الله من الأموال والعقارات الله يرزقه لكن شوف يجي يذكر أنا ويا وإذا يتمرض ابني سولف يقول أبو ينوديك للطبيب يقول لا إذا من فلوس لا تود عجيب وإذا ظلت المنعم غيره والعزر عليه لا تطل حق الله لا تطل حق الناس لا حق الفقراء القصد فعندما نزلت آية الزكاة النبي أرسل إلى ثعلبة قالهم روحوا وكملوا من الباقين وأخير شيء تعالوا من إجولة قالهم عميان بحار وبرد وتعب وكذا تريدوني على حاضرتكم يا هن هيا شنو شنو فرقها عن الجزية الله أكبر هذا مسلم يصلي مع النبي من وصل للدفع يقولهم شنو فرقها عن الجزية الجزية يأخذها من الكتابيين وهذا الزكاة هم تعتبر جزية يضروحوا وإذا سبحان الله سوء العاقبة وعاقبة صارت على سوء بحيث النبي قال لا تستقبلوا زكاة من ثعلبة لأنه منافق ونزلت في حقه آيات إجرات حتى خلافة الأول والثاني كذا قالوا إذا النبي ما أخذ من عندك ومات وهو منافق نستجير بالله فكل شيء بي مصلحة هذا العامل الإلهي من تتأخر دعوتك لا تتضجر لا تتضجر تدري واحد من الإخوان خمسة وعشرين سنة أو أربع وعشرين سنة ما يسر عنده أولاد ما يسر عنده ذرية بالسنة الخمسة وعشرين الله رزقه الله رزقه طبعا طرق كل الأبواب طرق كل لكن ذهب إلى محمد وآل محمد هذا العامل الإلهي نأتي إلى العامل الثاني وهو العامل الموضوعي العامل الموضوعي يعني مثلا الفلاح عنده أراضي شاسعة هل من المعقول هاي الأراضي يدعو الله عز وجل إلهي زيد في هذا الزرع لو أول مرة يهيئ الأرض يخلي لها السماد يهيئ كل الأمور بعدين يدعو الله عز وجل أنه يباركه في الرزق في الأرض كذلك الطالب الطالب له يجلس تحت ميزة بالرحمة وبحجر إسماعيل ويدعو إذا ما يدرس ينجح ما كنت دين الدين الواقعية دين معاملة أمير المؤمنين عليه السلام يمر يرى رجل أجلكم الله عنده بعير أجرب قال هل لا داويته قال بلى يا أمير المؤمنين قال بما داويته قال داويته بالدعاء تبسم أمير المؤمنين قال لو زدت مع الدعاء قليل من القطران لو قليل المادة هذه الدواء حتى الله يشافي أنت بالدعاء ما يصير فلذلك الشريعة حثت على الدعاء آيات كثيرة بل اعتبرت ترك الدعاء من المعصية ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قال الدعاء مخ العبادة بل يترقى بل هو العبادة هذا العامل الثاني العامل الموضوعي باختصار شديد النقطة الثالثة والأخيرة في استجامة الدعاء البعد الذاتي عندنا العامل الإلهي العامل الموضوعي والبعد الذاتي البعد الذاتي شنو البعد الذاتي هنا يختص بالنفس يختص بالجسد يختص بالروح كيف يأتي نفر إلى النبي صلى الله عليه وآله قالوا يا رسول الله ندعو فلا يستجاب لنا ألم يقول الله أدعوني أستجب لكم فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ندعو فلا يستجاب لنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله قال كيف تستجاب دعوة المر إذا كان مأكله وملبسه من الحرام الإنسان يجب أن يتحرز من الحرام أخواني أعوذ بالله خيط واحد ابثيابك سيحجب الدعاء غاصب لك حق إنسان الله يحجب دعاءك لذلك ورد في الحديث القدسي الله عز وجل يخاطب موسى عليه وعلى نبينا أفضل التحية وأسكى السلام يقول له يا موسى جعلت ستة أشياء في ستة أشياء والناس يطلبونها في ستة أشياء ولكن لا يحصلون عليها قط جعلت الراحة في الجنة والناس يطلبونها في الدنيا ولكن لا يحصلون عليها قط وجعلت الغنى في القناعة والناس يطلبونها في المال ولكن لا يحصلون عليها قط وجعلت الكبرياء في التواضع الله تواضع تكن كالنجم لاحل ناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع وجعلت طلب العلم في الجوع والغربة والناس يطلبونها في الشبع والوطن ولكن لا يحصلون عليها قط وجعلت استجابة الدعاء من أكل لقمة الحلال والناس يطلبونها في القال والقيل ولكن لا يحصلون عليها قط تدر أنت هذا الحرام نستجير بالله أعاذنا الله وإياكم هذا يعم على الخضر واليابس على القوتهنة هذا أحد التجار يتاجر بالسم دهن ترك الأزمنة سمع أنه الدولة الفلانية شحة بالسم ترس اللنج ولكن ما يفعل هذا ويا عبد ملتزم خاف الله هذه التنكة ما تلدهن يأخذ صبع من عندها ويجعل يخطه بتنكة فارغة يجمع منها التناكي فتنكتين ثلاثة من هذا الصبع العبد يقول مولاي هذا ما يجوز قال له هو صبع واحد لا يأثر حسن صبع حسن صاير لكل شيء قال له لا هذا الصبع الوزن نحن وزن وازنين يأثر ما يأثر قال له لا يأثر صعدوهن باللنج بالسفينة أبحروا السيد اللي هو صاحب المال موجود بالسفينة والعبد الويا اللي يقول له اتقي الله هذا ما يسير هذا ما يجوز يقول له هو صبع واحد لا يأثر فمن أبحروا وإذا فد أمواج عاتية شنو الحل قال له له لصاحب السفينة لازم نخفف من الحمل ولا نغرق نموت نظل يذبون بالتناكمات الدهن هذا العبد يضحك يقول له وانا نجم بيتي يقول له كل صبع بتنكو دعتك هذا الحكم بالدنيا بالآخرة بعد الله عز وجل إذن العامل الإلهي والعامل الموضوعي والبعد الذاتي لا تدعو الله بقلب الله دائما تتوجه إلى الله تتوجه بكل مشاعرك حتى الله عز وجل يستجيب لك لذلك أخواني الأعزاء عندنا آداب للدعاء عندنا شروط لإجابة الدعاء وعندنا آداب للدعاء لكن قبل أن أدخل بهذه الآداب أري الصلوات بأعلى الأصوات الله عز وجل الله عز وجل الله عز وجل بهذه الآداب ثلاث نقاط النقطة الأولى حتى يصيرنا ستة تلك شروط وهذه آداب من آداب الدعاء حتى الله عز وجل يستجيب لك أن تبتدئ الدعاء وتختم الدعاء بالصلاة على محمد وآل محمد يعني مستحيل واحد يذكر أهل البيت يذكر النبي والله عز وجل يرجعه خائبا لأنهم أوتاد الأرض حبيب إله العالمين خاتم الأنبياء والمرسلين نعم لذلك أكو أبيات لطيفة لزمخشري يقول كثرت الأخبار والآراء وكل يدعي إنه الصراط السوي تمسكت بلا إله إلا الله وبحبي لأحمد وعلي فاز كلب بحب أهل كهف فكيف أشقى بحب أهل النبي الله صلح محمد وآل محمد هذه النقطة الأولى أن تبتدأ وتختم النقطة الثانية قبل أن تدعو الروايات التي وردت أن تقدم أربعين مؤمن قبل أن تدعو الله الله يستجيب لك ورد عن الإمام الصادق عليه وعلى أبائه أفضل التحية وأسكى السلام قال من قدم أربعين مؤمنا ودع الله الله عز وجل لا يردو دعوته يستجيب لك لذلك عندنا استحبابات في صلاة الليل إنه تستغفر الأربعين مؤمن حتى الله عز وجل يوفقك يستجيب لك ورد في الروايات وفي الأثر إنه جاء رجل إلى موسى عليه السلام قال يا موسى دعوت الله سنوات فلم يستجيب لي اسأل لي في جبل المناجات لما لا يستجيب لي فذهب موسى عليه السلام قال يا رب أنت أعلم بفلان قال يا موسى لا أستجيب له ولو تقطع أوصالا إربا إربا لماذا؟ قال لأنه بخيل حتى في الدعاء لا يدعو إلا لنفسه مصيب هذا يوم من الأيام أعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله عند حاجة قضاها للنبي من قضاها لقل تسمح لأدعو قال لأدعو وهذا الأعرابي قال اللهم ارحم محمد وارحمني ولا ترحم غيرنا عجيب النبي هم يتبسم قال لنا تعال بخلت جوادنا ستة شنهل لأم هذا عجيب أكو ناس واقعاً هاي شيء نفسيات مصيبة نعم هاي النقطة الثانية النقطة الثالثة والأخيرة إذن النقطة من أداب الدعاء أن تبتدئ وتختتم بذكر النبي النقطة الثانية أن تقدم أربعين مؤمن وتدعو الله النقطة الثالثة والأخيرة أن تختار الأزمنة والأمكنة الأزمنة شنو؟ بين الطلوعين استغلها مضان استجابة الدعاء بين طلوع الفجر وطلوع الشمس بعد بين الأذان والإقامة مضان استجابة الدعاء بعد في التعقبات مضان استجابة الدعاء أما هذه الليالي ليالي القدر ليلة النصف من شعبان ليلة الجمعة هذه الليلة أيضاً مضان استجابة الدعاء استغلوها واقعاً هذه الأزمنة أو بعض الأزمنة مضان استجابة الدعاء الإنسان يستغلها بعد عندنا أمكنة من الأمكنة بيت الله الحرام تحت ميزاب الرحمة في حجر إسماعيل في المستجار كل هذه الأماكن مضان استجابة الدعاء بعد في المسجد النبوي في الروضة بين بيتي ومنبري وبين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة هذا أيضاً مضان استجابة الدعاء الله عز وجل إن شاء الله ما يرد الدعاء بعد أماكن كثيرة قبور الأئمة عليه وسلام بالذات الروايات التي وردت خوكل الأئمة عليه وسلام لكن الله عز وجل اختص أهل البيت بخصوصيات واختص الحسين بخصوصيات من تلك الخصوصيات الشفاء في تربته والأئمة من ذريته والاستجابة تحت قبته مولاً بتربته الشفاء وتحت قبته الدعاء من كل داع يسمع وإحنا في ليلة الجمعة ومن زار الحسين ليلة الجمعة في الروايات كأنما زار الله في عرشه أخواني واحد يستكتر يقول إيش دعوة هالمبالغة ليش الحسين بذل الغالي والنفيس في سبيل الله والجود بالنفس أقصى غاية الجود تركت الخلق طراً في هواك وأيتمت العيال ولو قطعتني بالحب أرباً لما ما للفوال لا سواك حتى الطفل الرضيع ما رحمه أخواني طفل الرضيع ما رحمه حتى خمصر حسين ما سلم من عدهم قطعوا خمصر وأخذوا خاتم شي تريد تتكلم عن هؤلاء اللعناء لمن عمر ابن سعد أمر هؤلاء اللعناء قال من يأتيني برأس الحسين وله الجائزة تدر أنت الرواية تقول يأتي شبث ابن ربعي ويرجع يسقط السيف من إيده يقولوا له لماذا لا تقطع رأس الحسين قال ويحكم نظر إلي بعينيه فتذكرت عينا رسول الله الذكرت عيون الرسول الله أكبر هذا سيد شباب أهل الجنة أول من زار الحسين بعد واقعة الطف جابر جابر كان يسمونه بحبيب الحسين جابر كان يطرق الباب على الزهراء تقول من يقول جابر تقول مرحبا بحبيب ولدي الحسين جابر جابر ذهب إلى كربلا عندما وصل إلى كربلا تحدرت عبرات وعلت زفرات قال لعطي العوف نحن في أي المكانات قال نحن في كربلا قال الدليل حسين ذهب إلى شاطئ الفرات اغتسل اتزار نثر على بدنه صرة من السعد نوع من الطيب ثم قال لعطية ألمسني قبر سيدي ومولاي الحسين فألمسه القبر الشريف صاحب أعلى صوت حبيبي حسين حبيبا لا يجيب حبيب ثم قال ما لي وقفت على القبور مزلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي أحبيب ما لك لا ترد جوابنا أنسيت بعد خلة الأصحاب نادى الحبيب وكيف لي برد جوابكم وأنا رهين جناد لي وتراب أكلت تراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن الأهل والأحباب وإذا بعطي العوف جاء مسرعا قال يا جابر أرى سواد مقبل من الشام الله هاي السواد منه زينب عليه السلام عندما وصلت إلى مفترق طرق تسأل علي ابن الحسين عليه السلام يا ابن أخي نحن في أي المكانات قال عم نحن بين طريق طريق يذهب إلى المدينة وطريق يذهب إلى كربلة تقل علي قل الدليل ميل بين الوادي كربلة يمر الضعين علي قل الدليل ميل بين الوادي كربلة يمر الضعين نقل حسين هضم المر علي هضم الشام يا هضم ومر آر علي قل الدليل الكربلة يميل نشوف شلون دفنت هالم جاتيل وريد أحجيل أخو يحسين تفصيل عن هضم وبني ومي وفعلها عندما وصلت إلى كربلة وصلت إلى القبر الشريف رمت بنفسها على القبر تقل أخو يجنيت غايبة وهز إيجيت وأربعين ليلة فارقيتك أنا لبال عديل وان اعتنيتك أشو باللحد يبن ملقيتك لو أن اللحد ينكشف باب لجي من عليه وكشف طراب أريد كوي آي التفت إلى زين العبدين إذ قل لأن نجدك ما يشربت يدف مأجور بخيت قلب لدفان تعزين يدفان بالله يرد علي عطشان خيله شرايا بقطر تم وأما سكينة قل لي أبويا نروح قل لحنا في دايا دخذني إلى القبر يا أبويا وي هي غيبة يا أبويا وقعدت ناك وقولا سافروا يومين يزدر تار الأبويا ناسخم يفيع لابنا التوحري يا أبويا والله ضيم أنا صير من بعدك يتيم يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى أرحم الرأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم لا يعلم أخواني دعاء لشفاء المرضى وقضاء الحوائج الليلة ليلة الجمعة عندنا حوائج عندنا مرضى بارك الله بكم بسم الله الرحمن الرحيم أما أما يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويجيب المسطر أما يجيب المضطر إذا دعاه ويجيب السوق يا الله 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 اللهم اكشف السوء عنا يا الله بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسن غريب كربل ولا إمة النجبى اللهم شافنا بشفائك وعافنا بعافيتك برحمتك يا أرحم الراحمين والجالسين احفظهم فردا فردا أطل أعمارهم أقضي حوائجهم شافي مرضاهم وإلى أمواتنا وأموات الجالسين والسامعين والمؤسسين رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة